بعد السربي لوفان ريفاتس والبلجيك جورج ليكينس والاسباني لوكاس الكاراز وهو الحاضر الغائب ربح ماجر يدق ناقص الخطر بل ويعيش لحظات الاخيرة في بيت الخضر وكل هذا جاء بعد تولي المهازل التي صنعها نجم بورتو السابق مع المنتخب الوطني رحيل ماجر بات مطالبا اكثر من اي وقت مضى وهو الطالب والمطلب الوحيد للجماهير الجزائرية التي طالبته بضرورة رمي الميشف في الوقت الذي طرحت فيه اسماء عديدة لخلافة صاحب التصريحات الغريبة للاشراف على قيادة كتيبة الخضر واعادتها للواجهة من جديد الحديث عن رحيل ماجر يجرون بالضرورة للحديث عن خليفته والاسماء هنا كثيرة ولعل ابرزها اسم سحب من ارشيف الماضي ويتعلق الامر بالبوسني فاليد علي لوزيتش الذي طالبه الجمهور الجزائري بعادة التفكير فيما صرح به بعد مونديال 2014 ورجعه للمنتخب الاسم الثاني مرتبط بالجزائر جمال بالماضي مدرب نادي دحيل القطري في اعادة للسيناريو شهر اكتوبر الماضي بعد ان كان اسم جمال بالماضي فوق طاولة الفاف غير ان اسمه استبعد في الاخير وتم تعويضه بربح ماجر ليبقى استقدام مدرب كبير يليق بمنتخب بحجم الجزائر الحل الامثل ولو ان الاتحادية يقال انها ستعتمد على الشيخ رابح سعدان وبعلام شرف لسد الثغرة ولو مؤقتا الى غاية ايجاد البديل المثالي الذي قد يعيد التوازن لكتيبة المحاربين ينهي ايام المعددات وستكشف الاتحادية الجزائرية عن هوية المدرب الذي سيخلف رابح ماجر وفي حالة كشف الستار عن اسم هذا المدرب يبقى السؤال انذاك هل سيكون هو المدرب المناسب في المكان المناسب